حالة الجو زي ما كلنا متابعين مش مستقر شوية حر شوية نطرة وبرد يمكن ده طبيعي علشان احنا في شهر أمشير اللي بيسموه أبو الزعبيب شهر مش مستقر أبدا في الأحوال الجوية ودايما فيه رياح وعواصف ترابية يعني اعتقد كلنا ملاحظين الموضوع ده يا محمد وزي ما بيطلق على شهر أمشير وشهر أمشير هو سادس شهر في السنة القبطية أو المصرية القديمة وبيبدأ من يوم 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس في التقويم الميلادي اسم الشهر أو أمشير اسم أمشير جي من مشير الإله الخاص برياح عند المصريين القدماء لشدة الرياح اللي بتكون موجودة خلال أيام هذا الشهر ده طبعا بجانب الأمطار تعرف يا جمانا الأمثال الشعبية عندنا في مصر عبقرية جدا فيقولوا على أمشير أمشير أبو الزعبيب الكتير أو أمشير يفصص الجسم نسير نسير يعني من شدة البرد والبرودة الشديدة جدا بتكسر الجسم ده فعلا حقيقي احنا بقنا يومين كلنا متابعين حالة البرد في الجو وكمان الأمطار يعني اليومين اللي فاتوا شفنا أمطار في عدد كبير جدا من المحافظات صحيح إنها أمطار بالشديدة أوي خفيفة لكن حالة الجو بشكل عام غير مستقر للأسف ده وقت بتظهر فيه كتير من الأمراض والفيروسات التنفسية عشان كده لازم كلنا ناخد بالنا جدا من مضاعفات الجو ده وناخد بالنا كمان من مشاكل الناس اللي عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية لازم ياخدوا احتياطاتهم والتدابير الوقائية جدا عشان ما يتعبوش أو يزيد عليهم المرض جمال كمان الناس اللي عندها حساسية محمد بتعاني الحقيقة الأيام دي ولازم ناخد بالنا يعني كلنا يعني الجو أحيانا الصبح بيكون دافي بعد كده فجأة بتلاقي قلب وبنلاقي أمطار فلازم ناخد بالنا خاصة في الأجواء دي يعني كمان هيئة الأرصاد حذرت من استمرار الأمطار في القاهرة الكبرى وجنوب كمان وجه البحري ومدرن القناة وخليج السويس كمان خليج العقبة وسينة وفيه كمان تقلبات فيه درجات الحرارة خلال الأيام اللي جايه ونعرف طبعا ده بالتفصيل خلال حلقتنا النهاردة لكن على أي حال دايما أذكر نفسي وإياكم في الأوقات دي وفي الأجواء دي دايما لازم نخلي بالنا أن فيه ناس بتبقى موجودة في الشارع بيبقى محتاجة أو بتبقى محتاجة مننا أن احنا كمان نساعدها دايما خلي معاكم جاكت في العربية أو أنتوا نازلين لو مش محتاجينه جاكت تكون حالته كمان جيدة جدا تقدروا أنتوا تساعدوا بيه حد أو تتصدقوا بيه لحد محتاجوا وأنتوا نازلين دايما ناخد بالنا الناس اللي بتمشي في الشوارع خاصة أنه فيه أمطار الناس اللي بتبقى عندها عربيات أو متساكلات وهي ماشي ياخدوا بالكم من تجمعات المية اللي بتكون في الأرض لأن فيه ناس ماشية في الشارع بلازم ناخد بالنا كمان منهم لأنه فرني محمد أحيانا وإنت بتعدي بتلاقي فجأة حد معادي في تجمع مية غرق الناس اللي ماشية في الشارع نازم في المناطق دي أو الأماكن اللي بفيها مية وتجمعات مية نسوء كده على مهلنا وناخد بالنا من الناس اللي ماشيين في الشارع زي ما جمعنا بتقول وكمان ناخد بالنا لو فيه مطرة شديدة وأنا سايق في طريق معين لازم أقف بالعربية يعني مش لازم أكابر وأقول أنا أقدر أكمل لو أنا مش واخد بالي مش قادر أكمل سواء لا ما تكابرش إركن عربية لغاية ما الأمطار دي تهدى شوية لغاية ما الرؤية كمان تبقى كويسة وده طبعا خصوصا في طريق الزراعي أو الطريق الصحراء والصبح بدري بيبقى فيه كمان شبورة بتبقى صعبة شبورة بتبقى صعبة صحيح تبقى صعبة جدا على أي حال زي ما قلت لحضراتكم أنا عرف تفاصيل التقس بالتفصيل بس قبل ما نطلع خيني أعرف منك يا محمد تحب الشتاء ولا الصيف السؤال الوجودي الأزلي ده دايما أنا كائن صيفي جدا صراحي أنا معرش مولود في الصيف كائن صيفي كائن صيفي أنا عكسك أنا كائن شتوي جدا وبحب الأمطار وبحب البرد وبحب كل حاجات دي الصيف عندي بالنسبة لي وأكلات الشتاء وبقول كده أي حدا جمانة بيزعل مني أنصار الشتاء كتير أوي يعني ناس اللي بيحبوا الشتاء كتير أوي في البلد أيوة الشتاء حلو جدا الشتاء حلو جدا بس لازم تتعامل مع صح يعني أنا بالنسبة لي الصيف مهما حاصر الجوحر يعني مهما حاولت تتعامل هو الجوحر بس الشتاء لو قدرت أنت تدفي نفسك بقى إن كان شربت حاجة سخنة لبست تتقيل شوية ما أنت بقى ممكن في الصيف برضو ممكن تلبسيه خفيف وتشرب حاجات سوية كتير منظري لو عملت إيه جوحر فيه حيوية ونشاط هنتكلم بقى في الموضوع ده بقى الشتاء بقى إيه لوحد يقعد وياكل وما يتحركش على أي حل كلها فصول ربنا الحمد لله طبعا بتصبح على حضراتك وبرى تانية صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يا مصر